ننضم إلينا من رمالة القيادي في حركة فتح السيد رأفة تعليا نهلا بك سيد رأفة على شاشة الغد إلينا تتجه الأمور نحن الآن أمام مشهد تصعدي واسع من قبل قوات الاحتلال في عدد من المناطق بالضفة الغربية حقيقة التصعيد لا يواجه إلا بتصعيد التصعيد الإسرائيلي لا يمكن إلا أن يقابله تصعيد فلسطيني في مواجهة هذه العربدة الإسرائيلية على أراضينا وعلى أبناء شعر فلسطيني لا يمكن لشعر فلسطيني أن يبقى مكتوف الأيدي أمام الدماء التي نزفت وما زالت تنزف من أبناء شعر فلسطيني نتيجة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد المقاومة تنامت في الأون الإخيران نتيجة إنغلاق الأفق السياسي المقاومة تنامت في الضفة الغربية نتيجة تدخل الاحتلال في كافة مسامات شعر فلسطيني تنامي وتعاوى وعربدت المستوطنين على الطرق الالتفافية لا يمكن لشعرنا فلسطيني أن يصمت عليها اقتحامات المدن الفلسطينية هدم المنازل الإغتيالات ماذا يتوقع الإسرائيلي من الشعب الفلسطيني لا يمكن لشعرنا فلسطيني أن يصمت ولا يمكن لدمائنا أن تكون رخيصة في وجه هذا الاعتداء وفي وجه هذه الهجمة الشرسة التي تمارس من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد هناك إفلاس سياسي لدى حكومة الاحتلال وأيضا هناك إفلاس أمني إسرائيل فقدت السيطرة في الضفة الغربي أمنيا وهذا نتاج طبيعي نتيجة أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تتحدث بالسياسة الحكومة الإسرائيلية تريد أن تعربد المستوطنين تريد أن تعطي وأعطي المستوطنين الضوء الأخضر إلى ممارسة الجرائم إلى قطع الطرق إلى العربدة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي كما شاهدنا في الساعات الماضية هل يمكن قول أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية الموسعة في الأيام القليلة الماضية التي ترتكب بحق الفلسطيني اليوم تأتي تحت إطار الدعاية الانتخابية لا هذا مخطط إسرائيلي قديم حديث صحيح أنها تتصاعد في ذروة الانتخابات صحيح أن تعودنا أن نكون في أي انتخابات إسرائيلية مصرح للدعاية الانتخابية لدى الحكومة ولدى الأحزاب من هو الأكثر تطرفا ضد الفلسطينيين ولكن هناك خطة إسرائيلية واضحة بالقضاء على حلم إقام الدولة الفلسطينية كل الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على قتل حلم إقام الدولة الفلسطينية لا يمكن لنا أن نرحل كل هذه الجرائم فقط لأنها دعاية انتخابية لم تتوقف هذه الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني في يوم من الأيام هناك مخطط إسرائيلي متنامي تتنافس عليه الأحزاب الإسرائيلية كلها لا يوجد هناك حزب يتحدث في عملية سياسية لا يوجد هناك حزب واحد يتحدث في تسوية لا يوجد هناك حزب واحد يتحدث في حل الدولتين لا يوجد هناك قائد سياسي إسرائيلي يتحدث في مقابل أو يتحدث في مفاوضات مع الطرف الفلسطيني إذن هذا مخطط وهذا نهج إسرائيلي يتنامى في ذروة الانتخابات الإسرائيلية ولكنه مستمر لم يتوقف في لحظة من اللحظات وفي الأشهر الأخيرة تصاعد في ظل أن من يحكم في إسرائيل هم المستوطنون ويريدوا أن يسيطروا أو يعتقدوا أنهم يستطيعوا أن يسيطروا على الضفة الغربية ولكن الرهان على أن حكومة الاحتلال تستطيع أن ترود المؤسسة الأمنية الفلسطينية هذا الرهان خاسر لا يمكن للمؤسسة الأمنية الفلسطينية أن تكون وكيل خدمات أمني لدى الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما برهنه أبناء المؤسسة الأمنية الذين حملوا البندقية إلى جانب من يقاون وما شهدناه من عمليات بالضبط وما شهدناه من عمليات ربما سميت بي الفردية وعمليات نوعية من قبل الفلسطينيين ضد هذه الانتهاكات انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين ولكن دلالات التوقيت سيد رأفة يعني كما قلت هو انغلاق كامل للأفق السياسي هو تنامي وجود المستوطنين وتصعيد المستوطنين سواء في الحرم الكدسي الشريف أو في الحرم الإبراهيمي أو حتى في الضفة الغربية اعتداءات يومية ضد شعبنا الفلسطيني هناك حصار هناك محاولة إلى قتل حلم أكام الدولة فلسطينية كل الممارسات التي تمارسها حكومة الاحتلال حذرنا منها سابقا وقلنا لا يوجد موعد لانفجار شعبنا الفلسطيني شعبنا الفلسطيني لن يتعاش من الاحتلال المراهن على ترويض السلطة هذه السلطة وطنية حتى لو كان لدينا ملاحظات كثيرة على أداها المؤسسة الأمنية وطنية حتى لو كان لدينا ملاحظات كثيرة على أداها لا يمكن لشعبنا الفلسطيني ولا لأجهزته الأمنية ولا لسلطته الوطنية أن تكون وكيلا أمنيا لدى الاحتلال الإسرائيلي حتى لو كان لدينا ملاحظات على أداها ولدينا ملاحظات كثيرة ولكن أداء الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني رغم انغلاق الأفق السياسي ورغم فقدان قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال اسرائيلي السيطرة الأمنية على الضفة غربية ورغم غياب القيادة الفلسطينية وفصائله شعبنا حمل الرأي عن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتهم حركة فتح من يقاوم رأس الحربة في الضفة الغربية هم أبناء فتح هم من رحم حركة فتح من رحم المؤسسة الأمنية من يتصدى في نابلس وجنين ومن منع التجول على المستوطنين بالأمس القريب هم من كوادر فتح ومن أبناء فتح إضافة إلى كل الفصائل لا يزيد على أحد ولكن هذه رسالة لكل العالم أن فتح ما زالت تحمل البندقية سيد رفت هناك مخاوف تعالت في الأونة الأخيرة مع توسيع إسرائيل دائرة الاشتباك مع الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية هناك مخاوف بشن حملات نوعية من قبل قوات الاحتلال على ثلاثة مدن نابلس جنين وأيضا الخليل لو كانت تستطيع لك تحمل جنين منذ زمن طويل لم تستطع قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة لدخول جنين عندما تدخل جنين قوات الاحتلال تدخل بمضرعات محصنة لا يستطيع الجندي أن يتجول في مخيم جنين ولا في مدينة جنين هناك تكلفة للاحتلال يجب أن يفهم العالم أجمعه أن هذا الاحتلال يجب أن يكون مكلفا وفي مقدمة ذلك القيادة الفلسطينية يجب أن تدرك المعادلة جيدا أن المقاومة تختلف أشكالها وألوانها بطبيعة ممارسات الاحتلال مش بنظل نحكي بمقاومة سلمية ومقاومة شعبية إذا اقتضى الأمر تكون هناك مقاومة مسلحة إذا اعتدى الإسرائيلي على مدننا ومخيماتنا لهذا السبب غياب الرؤية لدى القوى والفصائل الوطنية واستلام زمام الأمور من القيادات الميدانية جعل المقاومة مكلفة صحيح ولكن جعل الاحتلال مكلف هناك دماء تنزف لا يوجد استراتيجية لاستثمارها لو كان هناك شعار ومصطلح سياسي موحد لدى الكل الفلسطيني لاستثمر هذه المقاومة واحتضنها لهذا السبب نقول بشكل واضح أنها محطة مهمة للفصائل أن تعيد كرائة أوراكها جيدا وللقيادة الفلسطينية بدرود احتضان هذه الحالة الشعبية ليس النفور منها ليس مواجهتها ليس محاولة إيقافها يجب أن يفهم العالم أن هذا الاحتلال مكلفا وأن القيادة والفصائل تلتف حول المقاومة ليس تحاول تسخفها وليس مقاومة زرنها هذه المقاومة جاءت نتيجة انغلاق الوفق السياسي جاءت نتيجة اقتحامات مدن ومخيمات بدر التوحيد وإعادة التبتيل جاءت نتيجة استفراط القوة الفلسطينية على مجال أو في ملف الوسطات والجهود سواء الدولية وغيرها التي دعت إلى تخفيض حدة التوترات لماذا لم تجني ثمارها حتى اللحظة؟ أي توترات؟ عن أي تدخلات؟ التدخلات تجب أن يكون هناك ضغطا على من يمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ليس قوات الاحتلال تقتل اثنين شباب بدم بارد بمبرر محاولة دهس قال المنطقة تحدث عن ثلث شباب في سيارة يذهبوا إلى عملية دهس عن أي منطقة تحدثون؟ هناك إفراط في قوة استخدام السلاح بقرار إسرائيلي هناك قرار من رأس الهرم في إسرائيل بقتل الفلسطينيين هذا الإفلاس السياسي لدى حكومة الاحتلال والإفلاس الأمني لدى حكومة الاحتلال ذهب باتجاه قتل الفلسطيني بدم بارد ظنا منه أنه يستطيع أن يترك الرعب أو أن ينشر الرعب في داخل الشعب الفلسطيني ولكن شعبنا الفلسطيني أقوى من ذلك بكثير هذه الممارسات جربها الشعب الفلسطيني وجربها الاحتلال مع شعبنا الفلسطيني على مدار سنوات طويلة على المجتمع الدولي وعلى الوساطات التي تتحدث عنها أن تدرك المعادلة جيدا المعادلة يجب أن تكون الحديث بالضغط على حكومة الاحتلال وقف انتهاكاتها أما شعبنا الفلسطيني هو يدافع عن حقوقه ويدافع عن وجوده ويدافع عن أبنائه لا يمكن أن يكون هناك قتل دون أن يكون هناك رد فعل الدم بالدم الدم الشعب الفلسطيني ليس ماء ودمهم ليس ذهب نحن دمنا ليس رخيص لهذا باختصار شديد التصعيد يواجهه تصعيد والدم يواجهه دم وأي وساطة يجب أن تتدخذ يجب أن تكون نحو الاحتلال بوقف كل هذه الانتهاكات السيد رافة عليان القيادين في حركة فتح كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا شكرا جزيلا